سيناريو كريستانو ميسي دوت رغبنا انا بحب كريستانو جدا رغبنا انا حب اشوف كريستانو بشي كاس العالم كمان بس برضو بصراحة يعني موجهة المغرب والبرتغال والإكسبيكتيشن اللي علتها جدا المغرب في البطولة دي خلتني حس انه وليه لا وقعدين المغرب يا محمود مش بتلعب بفكرة انه منتخب عربي والمنتخب اللي قدامه اكبر منه بكتير لا احنا منلعب بندية انا عندي عناصر كويسة وعندي مدرب كويس تمانا كمان ممكن اكسر مش مجرد مستنين مفاجأة لا احنا مستنين المغرب تلعب كرة قدامه البرتغال وتكسبها وتوصل سيمي فاينال كاس العالم هي دي اخطر حاجة على المغرب هي دي اخطر حاجة على المغرب الحقيقة على قدما انا فرحان جدا باللي حاصر قدام اسبانيا على قدما انا حزين المجمع البرتغال البرتغال هو المنتخب الضد البرتغال مش اسبانيا أسبانيا هوس الاستحواز والتيكي تاكا والبوزيشن جيم مقابل فريق بيعرف يستقبل الضغط ويطلع بالكاونتر أتاك سوفيان مرابط واحد من أفضل لعبة الدور الإيطالي فيورنتينا بيقدم مستوى رائع جدا بيتحمل كافة الضغوط حكمة أشرف حكيمي انطلاقة فلاكشيب للجانب الأيمن حاجة نموذجية ياسين بونو حارس مرمى قوي جدا فرع عندها عمود فقري قوي لما تلعب عليها مباراة من النوع ده سهل قوي انك توصل لزي ما حصل وتوصل لضربات الجزاء البرتغال موضوع تاني البرتغال موضوع مختلف البرتغال بتلعب زي هولندا شفت هولندا بتلعب زي هولندا بتقولك بص أنا جربت الكرة الجميلة وجربت متعة الآخرين قناع العملها جوزي مورينيو في روما وقناع اللي غير بها مورينيو العقلية في روما روما تريجوريا كان مستحيل روما يلعبوا كرة أجلي فوتبول والصراع الأبدي ما بين الكرة مش هقول قبيحة لكن الكرة منضبطة وكرة المنفتحة كرة المنفتحة في كاسر عالم 82 في ليلي سانتانا البرازيل مع ليلي سانتانا أجمل فرقة قدمت كرة قدم في تاريخ اللعبة هي برازيل 1982 وبعد ذلك خسرت من إيطاليا من دينو زوف وجايتانو تشيرية وبرونو كونتي فازت إيطاليا باللقب ساند روبرتينيو لعب الكوتشينا في الطيارة وخسرت البرازيل تلعب كرة جميلة عشان كده البرتغال بطريقة لعبها بطريقة إدارتها للمواقف بطريقة تقدمها للنجوم سواء رفير لياو أو حتى سانتشو أو حتى اللعبة ورونالدو يبقى على الدكة وما يبدأش المباريات وتبدأ الجدل بقى يحصل واللعبة المتحفز بتاع البرتغال يخليك تخاف جدا في مبارات المغرب